المملكة الملاكمة لتحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات القادمة نعم جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر الوادي بمنطقة الرفاع الملاكم البريطاني العالمي أمير خان وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للإلعاب القتالية وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام لللجنة الأولمبية والسيد راشد فليفل رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة رحب السمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالملاكم العالمي أمير خان الحائز على بطولة العالم عدة مرات بجانب العديد من الإنجازات الأولمبية منوها بمسيرات الرياضية الرائعة ليشكل نموذجا للرياضيين الواعدين أكد سموه حرص اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية على النهوض بريادة الملاكمة فنيا وتخريج العديد من الملاكمين لتمثيل المملكة ورحب بالاستفادة من خبرة الملاكم العالمي أمير خان في إعداد خطط فنية لتطوير قدرات لعبي منتخب الملاكمة والسعي لإبراز العديد من الوجوه الجديدة من اللاعبين بما يسهم في تعزيز النجاحات حققتها رياضة الملاكمة البحرينية متمنين سموه للملاكم أمير خان المزيد من التوفيق والنجاح